لم يكن يعلم الشاب عبد الرحمن أن طموحه وحلمه الذي كان يكتبه يومياً في ورقة أثناء عمله في إحدى مخابز بغداد بعد تخرجه سيتحقق في يوم من الأيام وستكتب هذه السطور التي توثق بسيرة نضاله وكفاحه من أجل الحصول على ما يرنو إليه تخرج عبد الرحمن من قسم علوم الحاسبات سنة 2013 بتقدير جيد جداً وبسبب صعوبة الحصول على وظيفة مناسبة تلائم شهادته التجأ للعمل في أحد المخابز في بغداد لم يأس من الواقع الذي كان يعيشه وبدأ بمراسلات عدد من الشركات العربية والأجنبية إلى أن حلفه الحف يوم من الأيام وحصل على الرد من إحدى شركات النمسا الانترنشنال وكان الرد في قبول ملفه وطلب مقابلة هاتفية معه بعد ردهم على الإمالات المرسلة إليهم وفعلاً تم اختباره واجتيازه جميع مراحل الاختبار بنجاح تام استطاع عبد الرحمن بعدها معادلة شهادة تخرجه في النمسا وهو الآن يعمل مبرمج في شركة أنتون بارا لصنع أجهزة المقاييس التي تتعامل مع شركات كبيرة مثل شركتين بيبسي وهالكان يقول عبد الرحمن طورت من موهبة العلمية وذلك بتقديمي كمتطوع في الصليب الأحمر والآن أنا مساعد طبيب في المدينة التي أسكن فيها في تشاير مارك في النمسا وساهمت في الآوينة الأخيرة بأيام الإجازة بمساعدة المصابين في أزمة كورونا ونقلهم إلى المستشفيات